كان فانتشوان أن صحفياً فيتنامياً تلقى تدريباً وتكويناً في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد إلى فيتنام مراسلاً لوسائل إعلام أمريكية على مدى سنوات طويلة لم يتفطن أحد إلى أن ذلك الرجل الذي يبدو وديعاً إنما هو جاسوس خطير الرجل الذي خدع أمريكاً في مايو من العام اربعة وخمسين تسعمائة وألف انهزمت القوات الفرنسية في معركة ديان بيانفو مع قوات الفيتمين القوات الفيتنامية بقيادة الجنرال الشهير فون جويان جياب كانت المعركة الفاصلة في حرب الهند الصينية والحضور العسكري الفرنسي في المنطقة تلت تلك الهزيمة اتفاقيات جونيف التي وقعت في يوليوز من العام أربعة وخمسين في تلك الاتفاقيات اعترفت فرنسا باستقلال أقطار الهند الصينية وقبلت بتقسيم فييتنام إلى بلدين فييتنام شمالي شيوعي يقوده هوشيمين وفييتنام جنوبه تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك يكاد يجمع المهتمون بتاريخ المنطقة على أن حرب فييتنام كانت امتدادا لحرب الهند الصينية بل إن الفيتناميين يسمونها حرب الهند الصينية الثانية وحرب العشرة آلاف يوم عاما بعد اتفاقيات جونيف في العام خمسة وخمسين تسعمائة وألف على نفس الأرض الفيتنامية اندلعت الحرب التي ستستمر حتى العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف بين جمهورية فييتنام الديمقراطية فييتنام الشمالية وجمهورية فييتنام أو فييتنام الجنوبية كان الشماليون يحظون بدعم مادي من المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والصين وكان الجنوبيون مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها في المنطقة في هذه الحرب التي لم تكن موضوع إعلان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية ظل تحديد تاريخ بدايتها موضوع نقاش حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي حتى العام ثمانية وتسعين تسعمائة وألف حين تم اعتبار المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في فييتنام بعد فاتح نوفمبر خمسة وخمسين من قتل حرب فييتنام كان السائد أنها حرب من حروب إدارة الرئيس جون فيت جيرالد كينيدي الذي بداية من العام واحد وستين تسعمائة وألف أرسل إلى فييتنام الجنوبي خمسة عشر ألفا من المستشارين العسكريين حرب فييتنام تحيل في الذاكرة الأمريكية على ندوب وجروح عميقة استعصن دمالها كما في كل الحروب والصراعات التي شهدها ويشهدها العالم تجري في الكواليس أمور كثيرة وتنشط قوى الظلال وكما حرب الهند الصينية حظيت حرب فييتنام بتغطية إعلامية مكثفة وظهر متخصصون في هذه الحرب يزعمون معرفة خبايا فييتنام وأسرارها والإحاطة بما وراء كل التحولات التي عرفتها تلك الحرب وكان الإعلام لدى الأمريكيين كما لدى الفيتناميين الشماليين وحلفائهم واجهة من واجهات هذه الحرب في العام خمسة وستين تسعمائة وألف بعد تعرض مدمرتين أمريكيتين لنيران قوات فييتنام الشمالي في خليج تونكين بدأت تدخل العسكري الأمريكي المباشر في حرب فييتنام في تلك السنة تعاقدت مجلة تايم ماجازين مع صحفي فييتنامي يدعى فامتشوان أن كان معروفا لدى الأمريكيين اذ تلقى تكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام ستة وخمسين تسعمائة وألف وتدريبا في صحيفة ساكرامينتو بي في كاليفورنيا عاما بعد ذلك عاد إلى سايجون وعمل مراسلا لوكالة أشيوسيتد بريس ثم لوكالة رويترز ظل فامتشوان أن حتى العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف البيتنامية الوحيد الذي يعمل لوقت كامل لوسيلة إعلام أمريكية وكان شاهدا على سقوط سايجون ولعله في غفلة من الأمريكيين أنفسهم ساهم في سقوطها ولدتشوان أن في الثاني عشر من سبتمبر من العام سبعة وعشرين تسعمائة وألف في بلدة بيانهولا في الجزء الجنوبي من فيتنام في العام أربعة وأربعين يافعا في السادس عشر وجد فامتشوان أن نفسه يشارك في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي والاحتلال الياباني كان وقتها يكلف من قبل الفيتمين جيش المقاومة الفيتنامية بنقل المراسلات وكذلك بدأ مشواره مع العمل السري الذين عرفوا فامتشوان أن عن قرب يذكرون رجلا بشوشا وهادئا وخدوما كان أيضا صاحب نوكتا يعيش في انسجام تام مع من هم في محيطه من الفيتناميين والأمريكيين ومن سواهم وكذلك كسب ثقة الجميع وكانت تفتح له كل الأبواب بما فيها أبواب السفارة الأمريكية وكان مرجعا في شؤون الفيتنامية بل إن رجال المخابرات الأمريكية كثيرا ما جاءوا يستشيرونه في بعض الأمور ولم يكن يبخل عليهم بالمشورة والنصح كان من خلال العلاقات التي أقامها مع العسكريين الأمريكيين من المستويات الرفيعة ومع من يتقلدون المسؤولية في القطاعات الحيوية الأخرى كان يتمكن من الحصول على المعلومات التي تمكنه من الإطلاع على مجريات الأمور عسكريا وسياسيا لم تحم حوله شكوك قط كان الأمريكيون يعتبرونه صديقا وفيا بل إنهم يرونه في تفكيره أمريكيا مثلهم لعل الهدوء الذي كان يطبع شخصيته مما أبعد عنه كثيرا من الشبهات حكى فامتشوان أن ذات مرة عن عودته من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فيتنام في العام 57 تسعمائة وألف قال إنه فور عودته تلك اتصل به رفاق سابقون في الفيتمين وطلبوا منه أن يعمل على تزويدهم بكل المعلومات التي تتعلق بنشاط الأمريكيين في فيتنام كان واضحا لديه أن المطلوب التجسس على الأمريكيين قال إنه قبل القيام بذلك بدافع الروح الوطنية إذ لم يكن يرى شرعية تذكر للوجود الأمريكي في فيتنام وصار عميلا مزدوجا كانت لحياته واجهة سرية استطاع الحفاظ عليها حتى سقطت سايغون تقول كتابات صحفية إن فامتشوان أن استطاع النجاح لأنه حصن نفسه بكثير من الاحتياطات من ذلك أنه كان هو من يختار السعاء الذين ينقلون رسائله ويأتون برسائل المسؤولين الشماليين بل إنه لم يكن يتردد في رفض ترشيح من يرى اختيارهم غير آمن كان يتحكم في كل تفاصيل حياته الخفية تلك وكان محقا شبكة السعاء والجواسيس التي كان يتحكم فيها كانت تضم خمسة وأربعين عنصرا سبعة وعشرون منهم قتلوا أو اعتقلوا كان فامتشوان أن يراقب الذي يحدث من حوله دون أن يفقد ذرة من هدوءه بعد سنوات أفضل من حاوروه بسلوك كان يتبعه ويتقيد به أثناء فك شفرات ما يتوصل به من رسائل قال مرة إنه كان يختبئ في دورة المياه ويغلق الباب بإحكام حتى إذا ما حدثت مفاجأة فستكون لديه فسحة من الوقت يتخلص فيها من كل ما قد يسقط عنه القناع لم يتخلى فامتشوان أن يوما عن كلابه كان يختارها من فصيلة كلاب الرعاة الألمانية ويدربها على أن تصدر أنينا خافتا إن استشعرت حركة غير عادية كانت هادئة مثله حين كان عليه أن يلتقي أحد العملاء المكلفين بالتواصل معه وهو ما كان يتفاداه قدر ما يستطيع فإنه كان حريصا على أن يتثبت هو نفسه من أن أي منهما محطة قف أو مراقبة كانت زوجته تتبعه عن بعد كلما ذهب لمثل تلك اللقاءات مهمتها أن تبلغ المقاومة الفيتنامية إذا ما قبض عليها وحدها زوجته وأمه كانت على علم بنشاطه التجسسي ولم يكن أي شخص آخر من محيطه العائلي يعلم بذلك لم يكن فامتشوان أن يحمل معه سلاحا ناريا بالرغم من امتلاكه مسدسا كان يخشى أن يسيء استعماله إذ لم يتلقى في حياته أي تدريب عسكري حقيقي لم يكشف الأمريكيون ولا حلفاؤهم من الفيتناميين الجنوبيين يوما هذا الوجه الآخر لفامتشوان أن ذلك الذي تخفيه ملامحه الهادئة حتى أثناء المواقف الأكثر إثارة واستفزازا كان دائما الابتسام وهو ينصط إلى من يحاوره مستعدا للردود المقنعة الوافية ومع انشغالاته الكثيرة لم يكن يتردد في الذهاب إلى المقهى حيث كان يلتقي زملاءه الصحفيين ومعارفه من المثقفين والسياسيين والعسكريين أيضا قد يكون حرصه على احترام بعض التقاليد من باب الحرص على الظهور بمظهر من يعيش حياة عادية وكانت تلك المجالس التي يتردد عليها مناسبة يبرز فيها قدراته على تحليل الحوادث التي تتعاقب على المشهد الفيتنامي كانت تلك التحاليل تحظى باعجاب لا يخفيه زملائه ولا الدبلوماسيون أو العسكريون الذين يجالسهم يحكى أن الجنرال فونغوين جياب الذي هزم القوات الفرنسية في معركة ديان بيانفو كان كثيرا ما يردد وهو يقرأ التقارير التي كان يبعث بها فانتشوان أن نحن الآن داخل قاعة العمليات العسكرية الأمريكية كان في جملة تلك التقارير البرنامج السري للحرب الأمريكية الخاصة في نسخته التي تعود إلى العام واحد وستين والنسخ الخمس التي تلت حتى العام فلاثة وستين تسعمائة وألف بكل التعديلات التي أدخلت على ذلك البرنامج كل ذلك كان يكشف جوانب هامة من الخطط العسكرية الأمريكية في فيتنام ويمكن قيادة المقاومة الفيتنامية من تنفيذ عمليات استباقية كانت الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية ذات آثار مدمرة ليس فقط في فيتنام الشمالي ولكن أيضا على الأوس في سياق تلك الاستراتيجية كانت عملية رولينغ تاندر من بين الأعنف وقد استهدفت فيتنام الشمالي مباشرة ولكنها لم تحل دون استمرار تدفق الامدادات المواجهة إلى المقاتلين الشيوعيين في الجزء الجنوبي من فيتنام في العام 73 تسعمائة وألف كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أتمت ثمان سنوات من العمليات العسكرية المكثفة في فيتنام ثقيلة كانت الخسائر المادية والبشرية ولم يكن من خيار سوى انهاء الحرب ثم التوقيع على اتفاقية باريس ولكن المعارك بين قوات فيتنام الشمالي والقوات الجنوبية استمرت حتى العام 75 تسعمائة وألف ولم تنتهي إلا بسقوط العاصمة سايغون التي سيغير اسمها لتحمل اسم الزعيم الفيتنامي هوشيمين قبل أن تسقط سايغون كان فامتشوان أن قد حارس على إخراج عائلته من المدينة وبعد أن خسر الجنوبيون الحرب انتقل إلى هانوي حيث منح رتبة عقيد في الجيش ولكنه سرعان منتبه إلى أن القادة الشماليين يبدون نوعا من القلق حيال العلاقات التي كانت تربطه بالأمريكيين وكانت صدمته الأكبر أن الشيوعيين المنتصرين قرروا إرساله إلى معسكر لإعادة التأهيل ثم إنه وضع فيما يشبه الإقامة الجبرية ومنع من كل اتصال بالخارج كان ما يتقاضاه في أواخر حياته من حتى تقاعده برتبة جنرال ولم تكن تتعدى الثلاثين دولارا بعد اكتشاف حقيقته كان الأمريكيون من رجال المخابرات خاصة يدفعون ثمن سوء تقديرهم والسماح لهذا الجاسوس باختراقهم في العام ستة وألفين توفي فانتشوان أن وهو في التاسعة والسبعين بعد إصابته بالتهاب رئوي